في تفاصيل كتير خاصة بالفترة القدم وإحنا قلنا ناتز مالك ينقصه بعض اللعبين فهما نيجي نبص في صفقة لكلوشا كانت جياله جاي ناتز مالك كلوشا لعب امبي ولكن جميز لما بص على الملعب وشاف احتياجاته قالك لا أنا مش عايز النواية دي مش عايز اللعب ده فحتى الآن ممكن يكون بيطارد عليه بعض اللعبين ولكن هو متحفز على ضم مدافع جديد للفريق في التوقيت ده ويكتفل بالمجموعة المتواجدة مع الفريق في التوقيت ده خصوصا كمان ان الوينش بيعود خلال اسابيع يعني خلال ايام او بعد الماتش الجاي والتوقف الدولي هيرجع الوينش للفريق يشترك بقى على حسب قوة المباريات وتوقيتات ممكن يخترجوا ميز عشان يوصل لأفضل حالات وبالتالي طبعا رافضه في الوقت الحالي التفاصيل الخاصة باي مدافع يبقى متواجد في التوقيت ده طيب حقيقة برضو جميز بيشتكي من التدريب الحقيقة فيه ملعب والحقيقة برضو يعني فيه فكرة التوقيت بتاعه ان بيبقى فيه اعضاء داخل النادي بيبقى متواجدين فيه ارضية الملعب وبسببه لغى التمرينة بتاعت ان بارها ففي الوقت اللي يبقى فيه تمرين الراجل رافض تماما ان يبقى فيه اي حد غريب عن التيم بتاع او يعني غريب عن المال الفريق والمجلس او الجهاز الفني كل دول مفيش مشكلة ما عندناش مشكلة لكن النقطة الخاصة بيه اعضاء النادي دي تبقى مشكلة فيه التوقيت ده بشكل كبير بالنسبة ليه جميز كنا كلمنا على ناصر مير والحقيقة والاصابة اللي عنده خلاص الراجل جاهز ليه الماتش جاي ماتش سموحة والتالي طبعا مكسب ليه جميز فيه وجود ناصر الحقيقة فيه المباراة القادمة كان فيه بقى بعض الانتقادات توجيهت لمشلك فيه الفترة اللي فاتت ولكن الحقيقة هناك صيخة كبيرة جدا من مجلس الادارة والجهاز الفني وأيضا اللعبين في مشكلة هو واضح هم شايفينه في أرض الملعب حقيقة شايفينه في تدريباته وممكن شايفينه في المباراة لسه حتى لان اه ما قدمش المرضود اللي انت منتظره لكن واضح ان فيه تحفيز من اللعبين تحفيز من الجهاز الفني اللي مشكلة في الفترة اللي فاتت بناء على الانتقادات اللي حقيقة تقدمت له وهم يعني شايفين ان هو اللعب كويس خصوصا كمان النادي زمالك يعني برضو نفى فكرة قطع الاعارة بتاعته وان اللعب اصلا جاي فري يعني جاي اه اعارة لكن نادي احد هو لمتحمل تفاصيل الراتب بتاعه مع نادي زمالك وبالتالي الراجل يعني جاي هدية حلوة للنادي زمالك هيفرطه فيها ليه في التوقيت ده لسه طبعا الايام القادمة هنشوف بالنسبة ليه مش لك هيكون مستوى الفني عامل ازاي طيب حقيقة نمار النجم الكبير البرازيل حقيقة ووجوده مع نادي الهلال ومباراة الهلال مع استقلال طهران في بطولة دوري ابطال اسيا الحقيقة وخرج مصاب احنا لسه نمار اخد وقت كبير جدا في اصابته واصابة طبعا كانت طويلة وكبيرة شوفنا نمار في وقت من الوقت تخن قد ايه ولكن قدر ان هو يرجع تاني بعد الاصابة ولكن فجئنا برضو ان هو بيتصاب في المطش الاخير ده وبيخرج في الديئة 87 فهي اصابة اصابة شد وما تقلقش الحقيقة وهو راجل حتى قالك ده وضع طبيعي ان انا بعد المدة الطويلة دي الامور بالنسبة لي اكيد هيبقى مستوى البدني نفسه مش زي قبل كده لازم يجيلي شد فهو مقتنع ومش خايف وبيتمنى ان هو يكون موجود في الفترة القادمة بشكل سريع طيب اخلي بالكم احنا حتى الان ومعاكم بنتكلم في مباراة في دورة ابطال شغالة انا اخدت سايب قبل ما اخش كده المباراة كان ايسي ميلان كسبان ريال مدريد في ريال مدريد اتنين واحد فبالتالي انا جماعة بس بلغوني ايه اللي حصل في المطش ده لان الواحد دايما بيحاول يتابع دورة ابطال اوروبا احنا في الجولة الرابعة ومباراة طبعا قوية جدا في ليفربول بيلعب مع بار ليفر كوزن وسبورت انجريش بونا ومنشستر سيتي وليل الفرنسي مع يوفينتوس وريال مدريد مع الايسي ميلان ومباراة طبعاة طبعاة